من جانبه توجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر بالتهنئة إلى البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة هذا وأكد الأزهر الشريف اعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم التي تجمع بين المصريين تحت سقف هذا الوطن والتي أصبحت نموذجا عالميا للتعايش والتسامح ومثالا حيا على المواطنة المشتركة التي تساوي بين كل المواطنين وتوحد بينهم